ما من شكل يساورني بأن إيران سترد على إسرائيل فهذا أمر من أجل الردع وكذلك من أجل الذات ومن أجل الفخر والغرور إيران لن تسمح لإسرائيل بأن تطلق الطلقة الآخرة من جانبها فهذا سيكون بمثابة إهانة كشأن مقتل إسماعيل هنية الذي كانت تحت حماية حرس الثوري الإيراني من ثم أعتقد بأن إيران تشعر بأنها مجبورة على الثقر ولكن في ذات الوقت فأنت محق تماما يعني يصح لي عن أؤمن بأن الإيرانيين سيردون على إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم ببساطة لأنهم لا يرغبون في أن تنحني دفة الالتخابات إلى صالح ترامب كلما خرجت الأمور عن السيطرة في المنطقة كلما بدأ الأمر أسوأ بالنسبة لإدارة بايدن وهاريس ومخاوف حيالة ما إذا كانت تلك الإدارة والرئيس هارس يمكن أن تتعامل مع أزمة من هذا القبيل وما إذا كان يمكن تحقيق وقف إطلاق نار بعد عام من حرب غزة الحرب لازالت دائرة في لبنان أيضا مع إخفاق للمساعد دبلوماسية هناك كل هذه العوام المجتمعة يضاف إليها المزيد من التصعيد على الجبهة الإيرانية فأعتقد بأنها لن تساعد هارس في مساعيها في الانتخابات الوطنية الأمريكية